طيب تعال بقى نتكلم عالتحكيم المصري هتقول لي ما فيش متشط دوري التحكيم المصري دنيا وقفة دلوقتي احنا منتخب بيلعبه وفيه توقف دولي وبتاعه هقول لك على اللقطة اللقطة بتدل على مدى تأخر التحكيم المصري اهي هي دي اللقطة ده مطشمين يا جماعة الجزائر واوغندا كان مبارح تصفيات افريقيا المؤهلة بتقول انهم افريقيا دي ايه النتيجة كام زي ما حرقكم شايفين كده في الديات 33-1-0 للجزائر داخل لعب اوغندا تحصل ضرب الجزاء ليه عن طريق مين بقى تعال اقول له حراتكم تاكم تحكيم قبل ما كمل وخلوا الصورة يا جماعة عشان الناس تركز فيها كده وتطلع على الاخطاء قبل ما احنا نقولها لان الناس طبعا وعية جدا بيدير المباراة دي تاكم تحكيم مصري بقيادة مين بقى الكافتل محمد عادل ويساعده محمد سامير جمال مساعد اول واحمد توفيق مساعد تاني وابراهيم نور الدين حكم رابع ده تاكم تحكيم مصري المفروض ان هو كده ايه يشرفنا على زي ما الكابتل ان عصان فتاح بيشيد بيهم قوي كده فالمفروض ان هم ها يشرفونا المفروض دول حكام جمدين قوي عندنا هنا في الدورة والفرز الاول بتاع مصر في التحكيم بص حضرتك الاخطاء اللي في الصور قادي اللاعب بتاع اوغندا داخل شوط ضرب الجزائر عد بقى معايا كده كم لعب جوا منطقة الجزائر ادي واحد اتنين تلاتة مبدئيا الصورة مش كاملة الناحية التانية عشان نكمل العد طيب حارس مرمى الجزائر واقف فين هو كده جوا الستة بس متحرك يارضتين من على الخط عشان ماكنش ببالي يارضتين يعني مش وقف على الخط القانون بيقولك ايه يقولك من لازم قدم من القدمين يكونوا على الخط وانت تتحرك عشان تصد ضربة الجزاء او بتحاول تصد ضربة الجزاء الراجل طالع بايده اللي اتنين وبرجله اللي اتنين وبجسمه كله برا الخط وفي تلات لعيبة تبقى اللي احنا شايفينه في الصورة بس دلوقتي جوا وانطقة الجزاء لو كابتن محمد عدل ايه اشار بايه بقى حضراتكم طبعا كابتن محمد عدل الحاكم بتاع مباراة الاحتواء اللي له كل التقدير والاحترام على المستوى الشخصي احنا مختلفين فنيا تمام قالك لا كمل اللعبة مفاش اي حاجة كمل وتصدد وبعد كده ما عدهاش وجزاء الكسبة اتنين سفر طبعا مبروك الاشقاء الجزائرين يعني بلد عرب نتمنى لهم يا رب كل التوفيق لك يا حبي كما اخطاء التحكيم يطلع بقى كابتن عصان فتاح ممكن يقولك ايه بقى كابتن عصان فتاح كالعادة هيروح اقل لك التحكيم المصري ما فيه ازايه والناس بتعمل مؤامرات ومهما المؤامرات دي اتعملت التحكيم المصري حيفضل احسن حاجة ومؤامرات تاني والتحكيم المصري حيفضل احسن حاجة ومؤامرات تالت والتحكيم المصري حيفضل زي فل ومؤامرات رابع وهيفضل يقول مؤامرات 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 ومش هيبص للسلبيات والاخطاء اللي عنده عند الحكام ما بيعالجهاش وجود الحكام وبيكلم كمان على ايه على الدفاع المطلق على الحكام المصريين غلطوا ما غلطوش يا جماعة هما شطرين لا معيب ما تقولوش عليهم كده احنا كده كويسين قوي بقى ماريت يا كابتن عيسان قادي بقى لقطة يمش في الدور المصري ولا للأهلي ولا للزمالك ولا لأي نادي خالص في الدور عشان ما تقولش فيه مؤامرات عشان ما تقولش ان ده بيدافع عن النادي او ده بيهاجم عشان المتآمر الأكبر على التحكيم المصري هي لجنة الحكام هي المتآمر الأكبر على التحكيم المصري لان هم مش بيتوروا من أداءهم هم موجودين بس مش فاضين للتطوير كلاجنة ما فيش اي تقدم ملحوظ واكبر دليل خطأ جاسيم زي ده ده فعلا خطأ كبير جدا نتمنى دايما للتحكيم المصري يشرفنا بره احنا نبارح خطأ زي ده للاسف هتلاقي الكلام كتير جدا في كل صحف أفريقيا فانا مش عارف لحد امتى بصراحة نفضل كده مش عارف